تسأل عن بأن والدتها وأخاها يريدان الحج مفردين فتسأل عن الهدي هل يجب عليهم هدي وهل يجزيه هدي واحد أم لا أنساك الحج ثلاثة أنواع التمتع بأن يأتي بعمرة ثم يتحلل ثم يأتي بالحج فمن كان حجه كذلك وجب عليه الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وذلك أنه جمع بين عمره وحج في سفرة واحدة النوع الثاني القران والمراد به الإتيام بحج وعمرة متداخلة في بعضها والقارن يجب عليه أيضا هدي والثالث المفرد وهو الذي أتى بحج وحده في تلك السفرة فهذا مفرد ولا يجب عليه هدي إنما يجب الهدي على القارن والمتمتع شكر الله لكم